هذه أبرز العنوين رسميا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحدد موعدة لإجراء نهائي كأس العرش بين الرجاء الريادي والجيش الملكي بأجدير في تقارير النجم المغربي إبراهيم ديازي يقترب كثيرا من الانتقال إلى عاملاء الدولية الإيطالية هذا الميركاتو البرناكي يستقيل من رئاسة نادي الودادة الرياضية ومرشد ينفي تولي المهمة علاء بالعروش يغيب رسميا عن أولمبيا دي باريس 2024 بعد تعرضه لإصابة قوية حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعدة إجراء نهائي كأس العرش بين الجيش الملكي والرجاء الرياضية وحسب البلاغ للجهاز الواصع على كرة القدم الوطنية فإن المباراة النهائية للكأس الفضية للموسم الرياضي في ميلان الإيطالي لكرة القدم في استعادة اللعب الدولي المغنبي إبراهيم دياز نجمري المضيد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تألقه الكبير بقميس الملكي الموسم الماضي أوضحت صحيفة ديفانسيا سنترال الإسبانية أن الروس نيري يملوا استعادة دياز بصفقة تبادلية يعرض من خلالها خدمات اللعب الفرنسي تيو هرنانديز وهو المقترح الذي قد لا يغري فريق الملكي للتنازل عن خدمات إبراهيم دياز الذي قدم مستوى كبيرا هذا الموسم رفقة النادي الملكي وحسب المصادر نفسها فإن نادي ميلان لا يريد تجديد إعارة اللعب المغربي إبراهيم دياز إذ يرغب هذه المرة في إبرام صفقة دائمة بعد أن اقتنع بإمكانيات اللعب وتطوره الكبير في الفترة الماضية وقدم إبراهيم دياز أداء جيدا بعد عودته إلى ريال مضريدة عقب نهاية فترة إعارته الطويلة إلى نادي ميلان إيطالي ورغم أنه لم يكن أبدا الخيار الأول المدرب كارلو أنشيلوتي إلا أنه كان دائما يقدم إضافة قوية كلما اعتمد عليه ويترك بصمته بشكل كبير في المستطيل الأخضر شارك إبراهيم دياز في 44 مبارات خلال الموسم الأخير مع ريال مضريدة في جميع المصابقات سجل فيها 12 هدفا وصنع 9 ميارات حاسمة كما أن عقد النجم المغربي مع ريال مضريدة يمتد إلى غاية 30 يونيو 2027 قدم عبد المجيد البرناكي استقالته من رئاسة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم اليوم الخميس وذلك بشكل مفاجئ مع بداية عدة تنازلي للجمع العام القادم الذي سيحدد هوية الرئيس الجديد للقلعة الحمراء علمت المصادر المطلع أن البرناكي استقال من مهمته كرئيس للفريق الأحمر بشكل رسمي أوضحت المصادر نفسها أن استقالة البرناكي من رئاسة المكتب المديري لفريق الأحمر سببها كثرة الضغطات التي واجهته بعد توليه رئاسة النادي خلال الفترة الماضية من شهته فند عبد صادق مرشد الكاتب العام لنادي وداد الرياضي لكرة القدم الأخبار التي أشرت إلى توليه مهمة رئاسة الفريق الأحمر بعد استقالة الرئيس السابق عبد المجيد للبرناكي من منصبه اليوم الخميس وقال المرشد في تصريحات خاصة أنفي نفيا قاطعا تولي مهمتي رئاسة الويداد الرياضي بعد استقالة البرناكي لم أخبر أي أحد بالأمر كما أن القانون لا يمنحني ذلك بشكل تلقائي وأضاف المكتب نفسه أن الكاتب العام في فريق الويداد وقانون يمنح مهمة الرئاسة المؤقتة للنائب الأول بعد استقالة الرئيس ووصل سنقل اجتماعا في الساعة القليلة القادمة مع أعضاء المكتب المديري لتدبير مراحل ما بعد استقالة البرناكي قبل موعد الجمع العام القادم وتوصلت إدارة نادي الويداد الرياضية في وقت سابق بخمسة عشيحات لرئاسة النادي من أبرزهم هشام إيتمنى وأنس كورامي وكان البرناكي قد تعقد مع الموريطاني محسن بد وفصخ عقد محترفين الأجانب إلياس شتى زكرياء دراوري محمود هونهي ليعلن بعدها استقالته من الفريق الأحمر أكدت صحيفة لكيبال فرنسية غياب حارس مرمى الدولية المغربية الأولمبية علاء بلعروش عن دورة اللعاب الأولمبية في باريس 2024 وذلك بسبب تعرضه لإصابة مؤخرا وكان علاء بلعروش قد غاب عن مبارتين والدياتين الأخيرة للمنتخبة المغربية الأولمبية لدى منتخب بلجيكا وليبيريا ذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى أسفل البطن كما ذكرت مصادر مقربة من منتخب أنداك أشارت صحيفة لكيب إلى أن هذه الإصابة ستبعد علاء بلعروش عن مشاركة في الألعاب الأولمبية بباريس لتكون بذلك ضربة قوية للمنتخب المغربي الأولمبي خاصة أن علاء بلعروش يعد الحارس المتميز الذي ساهم بشكل كبير في تأهل المنتخب المغربي إلى الألعاب الأولمبية ولم تصدر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أي بيان رسمي حتى الآن بخصوص إصابة علاء بلعروش ومدى غيابه عن مباريات أولمبية باريس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر